السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة وصفانيت كانت منها فيديو اليوم يلقاكم وانتم في احسن حال اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد الحلوة بدون خميرة بدون طابع بمكونات بسيطة حلوة 6 ملاعق ستعجبكم 100% لانها مكوناتها جدا بسيطة ومتفرف كل بيت ما عليها الا نخليكم معا الفيديو على بركة الله في ايناء كنوضع قبصة من الملح ثم كنضيفوه 125 غرام من الزبدة ما يعادل نصف علبة كنضيفو عليها من 5 الى 6 ملاعق كبيرة من السكر على حسب واش غادي تعملو عليها من بعد سكر بودرة او لا لا من بعد غادي نحتاجو كيس سكر بنكهة الفانيلا الا غا تعملو من بعد مربو سكر بودرة فنقصو من كمية السكر لا تعملو غير 5 ملاعق كنخلطو سكر مع زبدة جيدا ودائما زبدة تكون درجة حرارة المطبخ سواء زبدة ديها العلبة او للزبدة الخاصة بالحلويات او للحيوانية اللي حبيته او المال قارين من بعد كنعملو 6 ملاعق كبيرة من الزيت دائما الملعقة اللي كناخدو بها القياسات ملعقة كبيرة وكنخلطو جيدا حتى تنساجلو من الزيت مع العناصر وكنحصلو على واحد الخليط اللي كيكون خليط املس يعني ضروري هنا يا تخلطو الزيت جيدا مع المقونات من بعد كنحتاجو البيضة واحدة على بركة الله كنعملوها بالكامل بيضها وصفارها وكنحركوها كذلك جيدا بغيتو تخدمو بالخلاط بغيتو تخدمو باليد او لا بغيتو تخدمو بها السباتولا او لا هاد الملعقة البلاستيكية كيبقى لكم الاختيار من بعد غمدو نضيفو في الدقيق الكاس اللي كناخد به القياسات كاس القياس ديالو 150 ميليليتر كيزل لنا في الدقيق 100 غرام هنا يضفت الكأس الاول والتاني وغادي نخلطهم وندمجهم مع الخليط واحد الملاحظة راه الدقيق دائما كيكون مغرب الايمن خل وملاحظة اخرى راه الدقيق غا نعطيكم الكمية اللي احتاجيت انا بالضبط انتو ما ممكن تحتاجوا كتر مني او لا اقل مني على حساب نوعية الدقيق اللي عملته وهذا هو الكأس ثالث وهذا هو الكأس الرابع غادي نعمل نصف ديالو في الاول ولقت هذا الامر غادي نضيف النصف الاخر من بعد احتاجيت في المجموع اربعة كؤوس هنا يات حدفات لي اللقطة فاش كنت كان عجن مهم استمريت في العجن باليد حتى جمعت لي العجينة من بعد سنجيبو صفيحة ديال الفرن كندهنوها بالزيت او لا تفرشوها بورق الطبخ وفي نفس الوقت راح نشعلنا الفرن يكون ساخن جدا وبعد ما تشكلت لنا العجينة اي بعد ما دفنا لها الطقيق كنشكلوها هكا بشكل دائري بالنسبة الحجم ديال الكورات كيبقى لكم الاختيار نتو ما واش بغيتو الحلوة تكون كبيرة او لا بغيتوها تكون صغيرة راه كيبقى لكم الاختيار انا عملت شوية الحبات كبارين في الحجم هنايا بنفس الطريقة كنحاولو نضغطو جيدا على العجينة فرحة اليد باش كتجينا الحلوة في شكل ديال هم يعني كتجينا ملثة وحاولو ما تزيدوش كميات دقيق ما تزيدوها شعل اللازم لانا غادي للك العجينة غادي تشقق لكم وغادي يعني ما غاديش تجمع لكم عنا راه غا نبقى هكم ستا مره حتى غادي نضيف او لا غادي نشكل كل كمية من بعد غادي نجيبو سواء الغطاء ديال القرورة انا عملت الميد لك وكنجيو وكنبدو نضغطو في الوسط ديال الحلوة هنا يستحسن وقت ما شكلتو عجينة ضغطو عليها بغيتو تشكلوها دفعة واحدة عاش تبدو تضغطو كيبقى لكم اختيار لكن يستحسن ان وقت ما شكلتو شي وحده هكا كتضغطو عليها في الوسط وبالنسبة للميد لك او للغطاء ديال القرورة اللي غا تستعملو فضروري انكم تدهنوه القليلا فقط بالزيت باش ميلتسق لكمش مع العجينة غادي نستمر بنفس الطريقة حتى غادي نعمل حفرة في الوسط ديالهم بالكامل كما قلت لكم راه الفرن سخناه من قبل على درجة حرارة اللي تكون مرتفعة من بعد غادي ندخلوهم الفرن كنعملو النار من الاسفل حتى كيتحمرو من الاسفل من بعد غادي نعملو النار من الاعلى باش نحمروهم قليلا فقط من الفوق بالنسبة الفرن كهربائي غادي ندخلهم على مئة وسيتون درجة مئوية وبالنسبة الفرن غادي عملو نار اللي كتكون خفيفة جدا باش ينتجو على خاطرهم وينتجو لنا من الداخل كذلك ومن بعد ان شاء الله بعد ما غادي نخرجوهم من الفرن غادي نخلوهم يبردو يعني ضروري حتى يبردو من بعد غادي نجيو وغادي نعملو المربا هنا حتى بردو يعني المربا ما تعملوهاش قبل ما تخرجوهم من الفرن وقنعملوها على النار كما لحتو معايا وقنخلوها حتى كتغلي جيدا هنا ايلا وضعتو المربا مباشرة في الحلوة غادي تبقى سائلة لذلك نخلوها توصل لدرجة الغلايا نخلوها تغلي باش من اللي كنوضعوها على الحلوة كتماسك وقم يعني ما قطح لناش من الحلوة من بعد ما من بعد عفوا ما بردات كما قلت لكم يعني عملت المربا وخليتو شوية يبرد وغادي نجيو الآن غادي نجيبو السكر بودرة وهاد الخطوة كتبقى اختيارية بغيتو تعملوها ما بغيتوش يعني كتوضعو المربا مباشرة في الحفرة لكن حتى هذا السكر يعني كيجي المنظر ديالها فعلا راقي من بعد غادي نجيو كما لحتو معايا غادي نحاولو هكا نقلبوها شوية باش كتزولينا دك الفائد ديال السكر اللي كيكون جمالينا في ديك الحفرة اللي في الواسط غادي نحاولو نسوسوهم او لا نزولو السكر بالكامل من بعد على بركتي الله هاول مربا شوفو هرا كيغلي شتو معايا هادي نجيو ونوضعوه مباشرة في الحلوى او لا في الحفرة ديالنا على هاد الشكل وهنا راهم اللي كيبرد راكي جي متماسك مية في المية وملاحظة فقط من اللي كتكونو كتعملو حفرة في هاد الواسط فحاولو تضغطو عليها جيدا لان في الفرن كتطلع شوية ديك الحفرة ما كتبقاش محفرة يعني اللي عملتو حفرة اللي ماشي اعميقة من بعد غادي تطلع لكم وما غاديش تلقاو فين توضعو المربا هنا انا عملت مربا ديال الميش ميش ممكن تعملو حتى المربا ديال الفراولة ومن بعد ما وضعت فيهم المربا كيكون هادا وشكل ديالهم نهائي طبعا حلوة راكت تقدم باردة هنا را مازالة دافية غير خطيت لكم الصورة ماشي الحلوة لدافية غير المربا مازال ما تماسكش شو ما شاء الله راكتجي راقية وكذلك كتجي لديه دا ورائعة والاهم انها كتجي هالشي شوف نفس الوقت مقرمشة يعني ماشي ديك كتكون فيها واحد القرمشة بحال ديال البيسكويت انتمنى تجربوها را غادي نفتح معاكم دائما كالعادة وحدة بشتوفوها من الداخل كيف جات ضروري كما قلت لكم الفرن يكون فرن دارجة دياله خفيفة اشتوا معايا على بركتي الله غا نفتح معاكم وحدة شوفو كتجي بقرمشة رائعة غتعجبكم مية في المية معليا الان الى نقول لكم استودعوكم الله الذي لا تضيعو دائعو ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم واراءكم ونخليكم ونضرب لكم موعد فيديو قادم في وصفة جديدة والسلام عليكم